أعلن وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش التوصل إلى اتفاقيات جيدة مع إيران لتزويد العراق بالطاقة التي يحتاج إليها في مجال الكهرباء والغازة وأشار إلى أنه ناقش مع الجانب الإيراني الآليات كافة والحلول الخاصة بإمداد الطاقة كما تم بحث موضوع سداد ديون العراق لإيران في قطعي الغاز والكهرباء مؤكدا استمر التعاون بين البلدين ترجمة نانسي قنقر